سجلت أسعار المهود الغذائية العالمية أكبر انخفاض سنوي بـ 10% محقيقة أكبر تراجع منذ بداية الحرب في أوكرانيا التي أسهمت في ارتفاع تكلف معظم المنتجات الاستهلاكية وشهدت أسعار العقود الآجلة للذرة والقمح العام الماضي أكبر انخفاض سنوي لها منذ عشرة أعوان مع تلاشي المخاوف بشأن العرض واتراجعت أسعار الحبوب بأكثر من 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 على الرغم من الارتفاع الطفيف الشهر الماضي بسبب تعطل الشحنات من المصدرين الرئيسيين بسبب التغيلة المناخية